اهلا بكم مشاهدينا مناشهد اليوم مرسم دفن الملكة الاذبث الثانية وسط حضور من اهم رؤساء وشخصيات الهمة في العالم اجمع تم توجيه الدعوة ليهم ووصل عدد الدعاوة لحوالي 2000 شخص مع عدد 6 دول هنعرف مع حضراتكم دلوقتي اهم تفاصيل اليوم ومين هما الدول اللي ما اتبعتش ليهم اي دعاوة وليه وغيرها كتير من التفاصيل فتابعونا في تقطيتنا الجاية وجهت بريطانيا الدعوة لعدد كبير من الرؤساء والشخصيات الكبرى والهمة للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة الملكة الاذبث ووصلت عدد الدعاوة لحوالي 2000 دعوة وتم تأكيد حضور 800 شخص لحضور مراسم الجنازة وفي مقدمته الملك اسبانيا السابق وان كارلوس الاول واللي بيرتبط بصلة قرابة مع الملكة الاذبث الثانية والرئيس الامريكي جو بايدن والسيدة الامريكية الاولى جيل بايدن والقية نظرة الوداء على نعش ملكة بريطانيا الراحلة في قاعة وستمانستر في لندن وبالنسبة للدولة المصرية حضر مراسم الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس الوزراء نيابة عن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتقى رئيس الوزراء مع الملك شارلز الثالث وقدم رئيس الوزراء التعازي للملك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما نقل تمنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك شارلز الثالث وأعرب الملك شارلز الثالث عن شكره لمصر قيادة وشعبا على مشاعر التضامن الصادقة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية ولم يوجه دعوة لأي منذوب من ست دول منها للمشاركة في جنازة الملكة ومن بينها روسيا إحدى الدول الكبرى المؤثرة في صنع القرار العالمي ولحليفتها سوريا اللي دايما ما يتم احتسابها على روسيا وتم استبعاد روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو الأولى لأوكرانيا ودعم بيلاروسيا للغزو بينما تم استبعاد ميانمار بسبب اضطهاد الروهينجا اللي هي الأقلية المسلمة هناك وتم استبعاد أفغانستان بسبب الوضع السياسي الراهن هناك فيما تم استبعاد سوريا وفنزويلا بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بيتانية مع الدولتين إلى جانب الاعتقاد البريطاني السابق بتصنيف سوريا كإحدى الدول المصدرة للإرهاب وبالنسبة لتأمين الجنازة بينتشر 5949 عسكريا في جميع انحاء لندن لتأمين المراسم المصممة بدقة من وفاة الملكة إلى زابيس في 8 سبتمبر وينقسم العدد ل4416 جنديا و 847 ضابط بالبحرية و 686 ضابط بالجوية وكمان شارك ما يزيد عن 175 من أفراد قوات المسلحة في دول كومنوال ويصطف ألف جندي آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وينسور ويشارك 410 عسكريين في الموكب 480 هيصطفوه في الشوارع 150 حرس شارك و 130 آخرون هيؤدوا مراسم أخرى وبتتعلق 2868 قطعة ماس إلى جانب 17 يقوطة و 11 زموردة و 269 لولوة في تاج إمبريال الخاص بالملكة إلى زابيس أما عن تكلفة الجنازة فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة جنازة الملكة إلى زابيس الثانية من تكلفة هتكون أكتر من الجنازات السابقة وآخر الجنازات كانت جنازة الملكة الأم سنة 2002 اللي جاءت تكلفة بتاعتها في بريطانيا حوالي 825 ألف جنيس ترليني أي ما يعادل 954 ألف دولار لتقليد ووضع النعش من أجل إلقاء نظرة الوداع و 4.300.000 جنيس ترليني و 5 مليون دولار للأمن بحسب تقرير صادر عن مجلس العموم وشهد العالم اليوم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما سماها البعض في ختام 10 أيام كاملة من الحدادة الوطني ورحلت الملكة إليزابيت في 8 سبتمبر الجاري عن عمر 96 عام وبعد 70 سنة من الحكم دي كانت أهم تفاصيل الجنازة اليوم وأهم الفضور بها ومتبعين مع حضراتكم كل جديد فتابعونا على موقعنا الإغباري وشكرا لكم وإلى القاءة